مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الأولى في الموسم الأول من برنامج الوحش برو ماكس ونواصل حواراتنا مع الضيوف ونستقبله الآن في الحوار الخاص الدكتور برهام بالخيرية جراح التجميل أهلا وسهلا مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا مرحبا أنت واحد من كبار جراحي التجميل في تونس عندك خبرة كبيرة تقريبا 30 سنة خبرة في ميدان التجميل وما أدراك ما التجميل للتجميل في تونس اللي يدخل في عاداتنا ولا ثقافة اجتماعية في تونس تقريبا كما في برشة دول وسيادتك معناها نهار الكل تجمل وتحسن وتنفخ وتشفت وتعمل في العمليات هذه وجراح خاصة لأنه الجراح يبدل الملامح ويبدل الأجساد الجراح يعمل حاجات دائمة ويبالغ على عكس طبيب وهو دائمة مش مؤكد ساعات تتفشل ساعات كذا لا 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 ما دائمة جراح معاش ترجع كما كنت اي اذا تخلت اثنية ذي كراو انا امثلا بش نحكيو فيهم بعض دكتور اللي يشوف كنتي ساعاتي جراح تجميل ودكتور في التجميل اللي يشوف كنتي ساعك شخص عمرك خمس وخمسين سنة المفروض رك تظهر أصغر معنا معنا تنجب تبدأ بروحك يقول القائل مثلا الحمد لله خيرو المسلحين الحمد لله منيش خايب لا ما قلتش خايب لا ما قلتش خايب رك زارع شعر رك عمل شوية زارع شعر هذيك كل وزارة اوي زارع لا غالب لا أثمرش لا غالب هذيك لا الواحدة منين هزين شوية شعر جويدة ما عمل الأرض مش خصبة بره تغذل جراح تجميل تقول ويكش عمل كينك تغذل الجزارة تقول ويكش ناكل في الحم ما منك لسطل كي تشوف انتي منك تعاون ولا عمل بوتوكس منتي عمل شوية بوتوكس بيانسور عمل السيليكون اه في مشتاعة وين ما عندك الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس سوئل سوئل غلت سوئل غلت عمل بوتوكس عمل بوتوكس شوية عمل الحاجات آخرية بوتوكس عندو هذين حاجتين سوز ميزات ميزة اللى يناحي التكميش تجايد والميزة الثانية يناحي العرق يناحي العرق كان حد يعرق برشا من ضبابت seguro اذا يعرق من جبين يعمل بوتوكس معاei يمنع العرق فإن من عيقول يعرقوا من يديهم مצعرJa مزاعبيدروس غلقوا لون المج Bella مش نجم ياخدمش نجم يعمل حاجات جراحة تجميل مش طب فقط هي مش علم فقط هي ايضا فيها حس وفن وذوق هكذا صحيح ذوقك وحسك هو كي يجيك إنسان مش يعمل جراحة عندك جاي لخبرتك مهوش جاي يشري في حاجة عادية ستندار على ما يمشيش لهذا ولا يمشي لهذا صحيح ماشي بشيخ ونصيحتك وانت تنصحه وجرات العادة لي كي يجيني حد نجم نقول لك مرة على عشرة نقول لا اه ساعة تقول لا تقول لا خطر لا معناه تنصح العباد تقول له مش لازم تعمل فما شكون مسكين يجيك يقول لك اسم عالمية فلوس وعمل لي هذيك نقول له متخرجش عليك وش تعملك المنظر هذك تقول له لا بعد تقعمل ويبدأ نادم ويرجع وكذا تعمل مضاعفات ولكن دكتور شكون نسبة نساء أكثر بينسير من رجال نسبة نساء أكثر رجال خاصة لغرف دوشفو معناه زرع الشعر سينو الحاجات الأخرى لا حاجات الأخرى الخشم كان يبدأ مكسر كسر قديم لا ما يعملوش مش برشة مزيد في تولس فما الأدوليسون اللي تقع عمره ما بين خمستاش وعشرين كل الثدي متاعه يكبر لجيني كوماستي يجي وبرشة نعملو لمعاملياتك دكتور هل انتهى طيو نشوفه برشة في الأجزاء المزيفة والجمال المغشوش والمبالغات في التجميل وفي النفخ وفي الشفت وفي الشحت وفي الحاجات ذوما الكل نشوفه هنا نشوفه في الشارع ولا في التلافذ ولا في المجالات الكل هل انتهى زمن الجمال الحقيقي والطبيعي والصادق لا نشوفه فيه ماشي ويوفه لا نشوفه كل شيء بشي ولي مركب هو شوف الشيء الذي زاد على الحد انقلب إلى الضغط لو كان عبد جايب شيء حسن معناها يحسن للي عنده ما يوليش حبي يولي شيء يشبع الحد اخر عمرك ما تفيق بيه اللي يعمل حتى عمليات تجميل حد عنده خشم خائب يجده تقا يولي حليلته ولا حليلتها وما تفيقش تشوف تقول صحة فما حاجة تبدلت حتى انت كتبيب ما تفيقش لا انا نفيق هذا حرب حكم خدمتي معناها نفيق يعني يعني ما عادش فما برش نسبة الجمال الحقيقي والصادق والطبيعي ما عادش فما برش نشوف ان اللي لاحظته على خمسة عشرين عام توا في القطاع الخاص اللي فما موذة موذة جي متاع تكبير زدر موذة متاع تكبير مؤخرة موذة متاع تنفخن شفيف موذة متاع موذة وتتعدى موذة وتتعدى لا ما فما تأثر بالفنانين والنجوم متاع العالم نعمل اللي عمله كود أكسيليراتور معناه تسارع الكبير صار بس تقع اه اوكي كل يوم يرى في التصاور كل يوم نحب نجيب دائر لك ثارية يجي يقول لك بربي نحب نولي نشبه لهذا ولا لهذه يجيب لك موديل مثلا ثم تقول لك نحب نوليك هاي فواهب نجم نقول لك تسعة وتسعين في المية بتاع عن سالي مش تعمل خشامها تبدأ دجا عندها فكرة وتبع ثالي تقول لي حبك يخشام نول الزهب تتصورش نجم نوصل كيما أنا هكا تقترح عليك وانتي بلا مؤخرة هاي فواهب ولا مقدمة ابن خده فاما بانسور فاما 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 دار المؤخرات اوكتوفيهم شاي يفجع هذا كل نحكي فيها اللي الشاي الذي يزاد عن الحد انقلب الى الضد واللي معناها ضحكة العضو الجاسدي اللي اكثر شعبية في تونس يحبوا يجملون ماذا هو ازدر ازدر انا الراه ازدر معناها ازدرها ازدرها صغير تولدت وكبرت وزدرها ما كبرش معناها سيد ترميم ترميم نعرفه في الاثار لا حاجة نقصتها حاجة نقصتها بش تكتمل ونوثها متاع ليش تخلاك يعني حاجة مرغوبة انا بمعنى حاجة متبيعة مدينك تربح منها في الفلوس لا والله لا والله لا دجاء معناها نعاونوا احنا بش عبد يولي فرحان نفسيا فرحان بروح انا نقول الجراح تجميل هو الطبيب نفسيا متاع الجسد والزدر وبعد الفم المؤخرة تغربوا بالمؤخرة ديك النجم نقول لك خمسة سنين الاخرانين بل بل كنا ديما وين نعملوا الشفط الشحامن طيشوه مش طيشوه مش طيشوه هنا في planteينيك ويمشى عنده طيشوه اي 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 شعنا فيه بل كنا نطيشوه تاوت 99% نعاودوا نحقنوه سوا في المؤخرة تعاود استعملوه ولا في الدر ولا تأخذو كمية جوية صغيرة، بشنة في الوجه أغلى حاجة فيهم من غير ما نذكره الأسعار أغلى حاجة أغلى مصدر؟ أربعة سوية عملية متاع العصاب متاع النرفاسيال والغلق الزلق بفلق ما نقول لك اللي ثم عمليات تجميل متاع صدر اللي منجحوش أو كمغطي مايرا شيء أما وجه كبير مش تغيير تغبيه ثم أشياء مستحيل تعرف تعملها في خدمتك؟ ثم حاجات اللي القانون يمنحها في تونس كيما شنوة تطلب منك وترفض في تونس معنى تغيير الجنس حالات اللي رجال عملوا صدر ما عملوها؟ نعم؟ اي بعد طوال هذا في عالم اللي كل شيء ورد فمنسى يجيونا؟ يجيونا؟ يجيونا من البرة لا لا تغيير الجنس تعمل تغيير الجنس في فرنسا عملناه أنا كنت في سين لوي كنت مرتاح برشة أنك تغير في جنس والله يشوف هو سهل بالكل اللوجيسيال اللي في المخ تعمل الشخص هذاك مهوش متاع الجنس واضح لو كما شنوش تنجم تسهل تبدل أسهل اللوجيسيال ولا الهارد توب واضح 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 خنشوفوا تلميذتك الدكتورة مروى الشخاري تبيب التجميل عندك سؤال الدكتور عندك ملاحظة عندك سؤال دكتور بالخيرية دكتور بالخيرية أنت مكجراحة أنت تبيب تبيب التجميل لنا طوى مروى مثلا دكتور شنو تحتاج تعمل ماذا بيك تقول لها مثلا ماتا مالي بدت الحاسة وانتي مروى شنو تحاجد مروى شد صحيح هك ما تحبش تسحيح قول لي مثال شنو شد صحيح قول لها دكتور مثلا نجيل هوني لا مروى نعرف معنى فما جيت طلبت مني عن اللي اللي أنا رفزتها آه طلبت منك شنو بش تغير أحب لي نقاط ناتوريل آه قولت تري بيان كمسا زايد معنى فما هو إزم عبدالله ما أحب تتغير سر بي هذا كمي سينو الارمونية راهو ديمة في الارمونية نحظت في لو شفت صوفيا لورين بارإزمبل فمها كبير وخشمها كبير وذنها كبار وعينها كبار محليلتها الكل أي حاجة تصغرها فيها الكل ما عادش عندك سئل مروة للدكتور أو ملاحظة أو حاجة تقولها دكتور بالخيرية سئل لي هو تفضل بيانصير سئل لي هو يعني أنت كتقول معناتها واحد على عشرة رجحه عليش خاطر أنت تعرف إلي الغيزولتها بيش تكون أخيب من الليتا ناتورغيل متاع وإلا نعرش تخاف من المضاعفات مضاعفات 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 هي الخبرة سمحني قصرت عليك نرمالما جراحة التجميل نجي ما بيش تحس متى كالك سواء صحيح هي الخبرة هي الخبرة الخبرة هي الخبرة تتعلم ما يغلط ما يتعلم وكي يريد في حياتي برشة أغلاء تصاروا نعرف هثنية وكي تجيني تقول لي يا أولدي نعمل هذه نقول لي راهوان نعرفها الفيلم في الأخر نعرف خطر حاجة ما تصلح نعم 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 على عكس التجميل المدسسين استيتيك مرحلة المدسسين تزرق نعم 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 جنرال مو ما فاميش مراة مراة كان جيت مع رجلة يرى وظاهر بشي يعكسها يقول لا وانا قتلك وفك عليها خط بشتاسي هو يخلص مرعوب كي جي واحدة هي ورجلة انا عرفها دي جا كي جي واحدة هي وعشيق هو عشيق هي درجة برشة وذوم احسن كليونات ما شفتهمش برشة على خطر يخلص عليها لا هو جنرال مو حتى شكونت ما يخلص هي ما يحسبش برشة كما الزوج هو ما يحسبش دون بار دوتر بار هي بش تعملها الروح معناها مضاباة حتى حد ما يفيق باها فهمتك او جنرال يجي واحدة او جنرال وحدهم رجلين ومورهم اي اتفاد انتي تطلبش قبل كل عملية انا في دو بسيكاتري فما برشة حالات دير عندي زو صحابي دي بسيكاتر نبعث لهم اصعب حاجة بش نقنع المريضة كونها تمشينو اوكي هو عبد يقول بحكم الخبرة يقول مثلا جي واحدة مبين 35 و 45 جي بش تعمل صدرها ولا بش تعمل كرش هتقول علش جيت تاوه اوه 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 اللي بسيكت بزوجة يخون فاها هي ماش فيبالك بش تسلح هذيك بش يرجع وانتي ذكي متاعك كونك تقنعها اللي راعو هذيك اللي يتعملها العمالة مش ترجع ووقتها نقنعها بش تنسي هذي هو بالضبط احنا اخدنا في المحور ذاوه هل ترى انو عمليات تجميل تنجم تكون وكانت سبب للتلاق كما تعمل شوي يلزم المرأة ديما فما تعمل فماش راجل اخذها مرأة ما يحبها وعنده ديما ونماج منها صورة بتاك المرأة اللي حبها ديما حليلتها ويحبها ديما قداروحة والعكس بالعكس حتى مرأة كتاها راجل كرشه ديزة وفهمتوا هو مسايب الماء البطيخ المرأة تصبر المرأة تصبر ميسيج جنرال مو الرجل والعقراء يسل بره ومضابيه ديما الإنسان اللي أحسن حاجة عنده ديما عليه مرته ومشكيك على مرته ديما قارن رجل وما ثميش المرأة تقرر ديور اللي جيوني بشي عاملو تقول يرى وين الراجل يقالي يفك عليك ما تعملش ديورش يخلي هو لك ثريب كي المرأة تشقد وترجع صدرها كما كانه وحنا الرجل يقول لك أن الترميم معناها الرجالة حاجة اللي فقدتها يعليش زمن يقول لي هو نهار كامل لسقة ومعرف وين مشيت وين جيت وين كذلك سمحني مرأة ونرجع لك أنت تقبل أنه زوجتك تعمل عملية تجميل نقبل بيسير بيسير أنا حاجة عايش فيها معناها أنا أي حاجة تنجر تزيد للشخص عملت أي عملت عندك أنت والله لا كما قال الدكتور أنت تتجنب لا تعملش لأقرب بها موقت بتاع بعض ما جبنا صغار وكذا هو عد الكرش قصينا الكرش ما عادي واضح يعني ما عندك مشكلة في بالعكس أنا بالنسبة لي أنا أي حاجة تجم تحسن الإنسان بربي دكتور أنت معناتها جراح تجميل وديما علاقتك بالنساء علاقة كبيرة يعني جمهور من النساء يجيك ومن كل الأنواع والأشكال والجمال البهر والساحر والجمال المتوسط وغيره ومعناها ديما عندك كونتاكت بالنساء طبيب تجميل جراح تجميل هذا أثر على علاقتك بمرتك لا بالكل رغم حساسية المهنة تنحت في التضاريس مرتي طبيبة عرفنا روحنا في الكل لنك ما عندك مشكلة عن أقربة 40 عام أنت أوزمي عنه إن شاء الله أما صارت هزيت بسبب المهنة عام سبعة وثمانين دونك أحسب صارت هزيت لا والله لا مرتي مرأة فاضلة وعاقلة وقارق نياحك شوف نتائج العمل لنتاعك في النساء أخرين ما تتقلقش نتائج العمل لا من الأول كانت تراوي نمشي بلاصة أجيو يسلموا برشا نساء ولا ساعات حابة تبع تليفون تقال كل وسامي نساء أنا شفتك في أماكن عمومية قد تسلم عن نساء ونبدأ نتأمل نقول شعمل لهم نبدأ نطلع نقول شعمل لهم زعمة هذي شعمل لهم والأخرى شعمل لهم ولم تأكد اللي نعمل في الخير تعمل في الخير سيسي الحمد نأكد يفرح فيه يفرح فيه إذا كان عبد يعمل في الخير رو برهين يعمل في حاجات كبار ياسر كي نرقى أوليد صغير جمعية تبعتلي عنده صحيح تشوهات الأسيرة الفلسطينية اللي قالوا فما طبيب تونسي اللي كان بشعمل لها الأسيرة اللي خرجت وعنده حروق روه برهين هذيك معقاروش اسمه وما روه هذيك برهين من الخيرين أنا أعطيك سكوب تجميل ما يعملوش بلاش بلاش لولاد صغير لولاد صغير حاجة أخرى لأحبت لشوهيت تجميل الأخر اللي مهوش ضروري لا لوجه محروق ولو أحد لشوهيت مشوه مراجعوش بلاش نكلم أصحابي برشة عندي أصحابي روه سموال نكلمهم يعطيك سحر أو لما اسمع الأولاد فما الحالة هذه الكلينيك خلصوا يعطيك سحر أما زادة تكسح أما زادة ما هيش مهنة سهلة خاصة في كثرة النساء وكثرة مقابلة النساء وحساسية التدخل في جمال النساء وتجميل ويجبك تعمل كذا ويجبك تكبر كذا نوعا ما خدمة معناها يمكن أنت مستمتع بها يمكن شيخ يمكن تعمل فيها بشغف عندي 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 صغيرة عندي صاحب يعمل جراحة عامة تاعة الجهاز العظمي العظمي بلتو لو يشوق الزيمورويد والواحد والمشاكل هذا مرة عندي بسيونت جيتني كلينيك لكي نشوفها لكي دخلت على البوكس كونسلتاتيون هي خرجت وهو جاء ورايا قال لي يا أخويا قال لي شنوها الريحة ما بنا قال لي أنا المريض يخرج ونحل البيئة السباك قال لي راح أنت عايش حالة المرضية معناها ليس موجودة في التجميل أبار الحروق خطروا جراح التجميل عندها مربع روافت كبار جراح الحروق جراح التشوهات الخلوقية كما الوح جراح اليد وجراح الوجه والفكاية خلينا في الفرع عن التجميل وما أدراك ما تجميل قلت لك أنت تمارس فيها بشغف كبير ومهنة تكون فنية ويجيوك حتى مشاهير وفنانات وسياسيين ودير معناه نحن لا نسميه بكل لأنه سر مهني مستحيل نسميه اسم ولكن زادا نحكيه على صيف الناس اللي جيوك فما فنانات معروفين معروفات فما سياسيين رجال جيوك زادا بشي حسنوا حاجة ولا يبدلوا حاجة وفما زوجة رئيس سابق زادا جيتك وعملت لها ليس زوجة رئيس بارك فما ثلاثة رؤسة ثلاثة سابقين يعني زوجات رؤسة سابقين زوجات رؤسة حكومات سابقين زادا يظهر لي أما هما في السلطة وقت في السلطة تحس شرف كبير اللي اختاروك تحس شرف سورتوك واحدة جنبية شهو شرف انت بشجيل زوجة رئيس بشتردها أجمل معناها مسألية كبيرة لا مش أجمل ديما نمشي بردها أحلى بالمنطق اللي بشتراجع الجمال ما قولك ابتدلتها حوادث الظاهر احنا بشتراجع لكيرسير معناها هي رسمالها باهي مش تحسن شوي تعاملوا معاك كيفاش احكيننا على الجانب كل تقدير يشوف يمكن المهنة اللي الناس كل تقدرها هي الطب ومفهمش واحد ما يحبش يراه ولد ويطلع طبيب ولا بنته طبيب ثم زوجة رئيس جمهورية سابق طلبت منك طلبات مبالغ فيها ولا كبيرة لا كل باحترام حاجات عادية ديما باحترام كل شي باحترام بالعكس هما يجيو يجيوك من لوطة معناها انتي عندك حاجة هما حشتهم به كذا أسباب عمليات التجميل الأكثر شيوع نفسية ولا عضوية جسدية عضوية عضوية مش نفسية خطر الساعات يكون يجي يكون أنا نعرف برشع بيت يكونوا مزيانين برفوية معناها يبدأ الواحد برفي مريق بريسك برفي ومعناها لأسباب نفسية يجي يحب يزيد وكي يبدأ يبالغ 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 يتحول التجميل إلى التشوى هذاك اللي قد قاليه بكري الشيء إذا زاد على الحد نشوفوا فيهم حتى نسمعه فيه أي تولي معناها تقعد بات اللي ساعات فما طلبات هذاك أنا كيقول لك ساعات حالة حالة على عشرة نقول لها معناتها أخطر عبليات التجميل شنو اللي فيها أكثر ريسك فما اللي أكثر ريسك عالميا معروفة هذه هي تكبير المؤخرة بالحقن الدهون أي اللي بوفيلينك ديفاس واللي هي ماكي فيها برشا أي مخترك يصير خطأ طبي خطأ طبي هو الجلدة عند الإنسان موجودة تحت الجلدة واضح يتحقن الشحم في وسط العضلة والموسك يتعدى في الدم ويسد القلب يسد القلب مروي عندك حاجة تحب تقولها بك يحبوا يحكيلي على أول عملية عملها أه وي كيفاش كانت وشنية هي وي والله أول عملية صعيب على خط راحنا في جراح تجميل في جراح تجميل ما تكون قاعد اليوم اختاخ وشهادة تحل تخدم فما سكونا بلو كمبانيوناج فما حد أكبر منك هو اللي علمك ويعس عليك ويشوفك كينك تعدي في الكود دولاروت والوعد ما يعطيوك الشهادة باش تاخو روح العباد ما بين يديك كان ما يعرفوك كف نجمش اليوم وهذا كان اللي اللوموس أنا ماذا لن كن اخو الكام تاعينا معنا عملت 15 عام بشوليت متمكن واضح عملي حل ما زالك يخرج يمشي ديرك العملية الكبيرة وقتها سريع قديش ديمت أطول عملية تجميل أجريت أكبر عملية تجميل ثمانية ساعات ثمانية ساعات باش تعمل شوه ثمانية ساعات باش عاودت زراعة أعظم متاع فك اللي هزيته من الساق من الوطن ومن بعد العروق هذوك برانشيناها مع العروق وتجميل تجميل لا تجميل تجميل أكثر عملية طوال هي ليفتينك شد الوجه هذك ما بين 3-4 ساعات سنو الأخرين اللي تسمعوا بهم ساعات يقضوا 4-5-6 سواء هذك تخلوه الناس تحب تعمل ثلاث عمليات فرد وقت يعرضوا حالة المريض للختار كتبيب تجميل شنو مفهومك للجمال شنو الجمال بالنسبة لك أنا الجمال والحياة الله جميل يحب الجمال تحب الجمال حب ما كانش منجمش نمتهن حس أنك تصنع في الجمال اللي نرجع البسمة للعباد أنا بكريسي الحمدون كيقول رأسه يحط عن الخد يرقد يبدأ فرحان أنا لو كان مريض ولا مريضة تصير لها مضعفة مضعفة ما نرقدش سعير ما نرقدش إنسان جايك لبس عليه وعطاك ثيقته ومعلق فيك آمل كبير رغم اللي أنت تفصل اللي فما المضاعفات هذوكم ما كي تاقع خطر ما نجموش نفيد طو بور لابناء معنا بش ما خليوش تصير ما كي تاقع تاقع ما نجموش نتعثر يس تحسش اللي الجمال أصبح يشترى من عندكم نجي أنا ربي يخلقني بحاجة صغيرة ردها كبيرة حاجة مرخوفة ردها مكبوسة حاجة عينين منعرشنية ردها كذا ولا يشريوه في الجمال شوفوا اللي يحس يروحوا موش موش مفرهد في حياته نفسانيا ويرا لهم عملية نجم تعاونوا أنا نحب نعرف ذوق كطبيب تجميل أجم الفنانة أنت تعشق تعشق جمالها مش تعشق تعشق جمالها تعجبك في العالم ولا في تونس ولا في العالم العربي كما تحب تعتبرها نموذج تعشق جمال محلها حتى بعض عمليات تجميل نجحت الحكاية معاه أنا اللوكوتين ميديترانيين أذك اللي يعجبني كلوديا كاردينال قبلها لا لا تقوم ما تقوم قدش قديم صوفيا لورين عايزيني ما اللي تشوفوا فيهم في الكليبات تقوم الله مونيكا بيلوت يا ما ما اللي سمعت اللي هي مركبة بيروك دونك دجا مستنع حتى رجال القديم قال لك عند ميات من فضلك وفي تونس أنا برشة نساء حلوين كيمة كيمة اللي راوهم في برشة بلايس كيمة لا الفنانين الفنانات الفنانات أقل نساء زين من اللي راوهم في السحريات أقل النجم ناكد لك شمعنى ناكد لك وكاو في تونس أنا الفنانات أنا ما همش الشاب من اللي نساء اللي راوهم في عروسات ولا في خادات ولا في واحد تخطو تبار كلها ما همش أجمل مفامة في موش معنا صحيح ما همش الفترينا معنا عنا ما شاب برشة صحيح وانت تسهر برشة وتعرف ما كنتي ساعات تشوف عبد فنانة أو عبد تنصح بشي عمل عملية تجميل فلانية والله تلقائيا لا أقبال كانت عندي شوية نقص على الخبرة في المجال الاجتماعي كانت ساعات فما تدمت القمراء في السهرية نبدأ قاعدين ولا وعد هي مسكينة في بالها بشن جولافلات معناها تقول لي دكتور شنو فيها يتبدل شنو لازم يتبدل هاي حكا معناها ذر الله هي بقبال كنت قول خشمك يزمو يتقد صدر كرا وطايح الأخرى شنو حسينهم بعد ولت لي كل المشاكل يدبرمي ويتعقد في بالها وقت مش قول تبارك الله عليك خاطر كتبيب تجميل ما فيك ما يتبق وليت حتى مرأة تقول لي قدش عمري خمسة عشرين شكون فنانة ووجه معروف تتنافقها معنا أنت تتنافقها كتبت ما ننفقاش لا ما قلتش خمسة عشرين من بعض الباك أقل شكون الفنانة أو الوجه المشهور أو النجمة اللي اليوم كتشوفها في التلفزة تقول ما سا بدي تعمل رتوش تعمل حاجة هك عندك جرأة تقول نو أنا نعشق الأغمونية آه إنسيجام آه إنسيجام معنا الشخصية هذه اللي تراها لا ما هو فمه فمه ما أنت بتحبش تسمي لا يتجع بكاريزم اللي أهم حاجة هي الكاريزم بتاع الشخص شكون تونسية ما نحكيوش على تونس نحكيوه على البرة خاصة عربيا شكون اللي تعتبرها نموذج فاشل لعمليات التجميل بكل صراحة دكتور عربيا هايفا وهبي مثلا باي هايفا في وقتها عطيني فنانك تشوفها تقول خسارة معناها نموذج فاشل إليس 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 معناها هذا اللي نحكي فيه شكوني نجيوها 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 معنا تصويرتها من بعد الشيء الذي يزاد عن الحد نقلبها للضبط إليس تعتبرها نموذج فاشل اللي يعمل خسارة كانت حليلتها بالقدام كبر 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 كيفاش تتعامل مع طفلة جيك جيب لك تصوير هيفا وهبي أو مريم فارس أو أي وحدة وتقول لك أنا نحب نولي هكا أنا نحب خشمي هكا أنا نحب دريار متاعي كيم كارداشيان وبالنسبة للوجه تول أكثرية اللي ولا المشكل مش تقول لي نحب مشكل الوجه لا أنا أحكي لك على الوجه خاطر عنده ترتفع معلاش برشا المشكل تقول لك نحب نولي كيمة تصويرتي في الفيلتر في الفيلتر فيلتر دي انستغرام ما ذا كلي ولا قوي بلي حكي لنا القصة جيتني واحدة مرة كلمتني قدي دكتور بش نعرس نحب نعود خشمي جيتني دخلت شفتها مرأة بقى سبعة وعشرين اثمين وعشرين عام عشامها كبير عريضة قلت لي نحب نقرد خشمي قلت لها أخذ بش نعرس قلت لها شارع تعليك هو قلت لي لا إراني تعرفت على حد عايش في بلاد أخرى ورانا ديما نحكيه مع بعضنا بالنبعيد بالنبعيد أما راني ديما حاطة الفيلتر ديما نحكي معها حاطة الله حاطة فيلتر قالت لي والمشكلة متاعي كان يراني ما غير فيلتر قلت نتاوريني كيفية تصويرتك بالفيلتر وراتني ماشي ماشي ويجبك ترد هكي الفيلتر قالت لي معناها شديت الفيلتر وبدأت تخطي قلت لازم عراء وشوف هذية هذية ما يصيرش أما تأكد بلكش هو بيدو حط فيلتر مالغادي يطلعش هو بيدو بلسكول شي تزين يطلعش هو بيدو ايه في الحالي عملت ولا لا رفض ما تنجمش ما تنجمش ما تنجمش تشوق عبد على صورة أنها واحدة تحب تولي كما هيفة وهبي مثلا مكلفة يسر يجب أن تصرف برشا فلوس ما تنجم الرسمية التي بديها بيها الاستدارات هذه الأحجام هذه ساعة نقشة صغيرة تغير شكل كامل واضح وممكن ممكن ممكن واحدة تولي هكيكة أو برشا أي واحدة وليتزمها نسبة جمال معينة لا يجب عدن نسبة متاعش حم معينة اللي نس قلوبيه هو الشحم عندها المواد الأولية عندها رسمية لها داخلها معناها مهم وامر خمش كوني رأى دكتور هل تنا عندك سؤال ولا حاجة هيتفتر دكتور حمدود في الأخر أنا بشرعي الدخل وقتلي فهمها مشكلة فهمتني فهمها مشكلة وفي طب التجميل شوفنا بعض الحالات وتصير عاكرات نسلوا مع مضاعفات فهمني والمعبور به والذي نسموه الناس كلي كونه في الطب التجميل وفي جراحة التجميل شو جيستيك الميتسان إلا ينوبليغاسيون دكتور حمدود المريض يحب وجه أولي هكذا ما وللش هكاك أراه غالط فهمني يترشش هكذا نحن نعرفوه كده بشرعين في الطب ما فهماش نتيجة مستحيل الطبيب ينجم هكذا لك نتيجة حتى في فرنسا المشكلة تترح 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 في فرنسا ما عمله وقت اللي صار القضايا في هذا معكمة للسناف وكذا قالوا ما لجموش نترقبوا نتيجة نأكدوا نتيجة نأكدوا المويا يعني يلزم تتسخر الوسائل كله تتسخر الوسائل رنفورسي في فرنس عند الطبيب العام شراح مويا بالنسبة للاستيق يجب أن ينفرسي مع تذيذب يرد بالو الماكسيما كم في دي أكسيدي نحن نتوى 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 مخالفات في العملية ويطلب منه لا يقول أنه يجب أن تتحق لغدو دكتور دعونا نقبل على الأقل 10-15 نحن نتوى 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 في تكنيك برشا صحيح لا هذه نشكلية طبية مهمة برشا قانونية قال لك ديجا أنتي تنجم أنت تقول لي هيفا وحبي أنا من نجم يجيني تقول لي ردني هيفا وحبي بكيفها بالضبط ما تنجم مستحيلة نحن نعني ما عندهش رسمال هيفا وحبي لازم فهم خاش هيفا وحبي ما عندها رسمال ممكنتش خايبة مروى عندها رسمال عندها 55 عاليها ويلزم بربي نسأل مروة مثلا يلزم طبيب التجميل وحتى أنت دكتور يلزمها تكون معناتها مثالية مش تعطي المثال للحرفين تاعها للفاسيون يلزم يلزم فاما يلزم دوى يتر بريزنتاب خاطر نعرف فما طبيبات تجميل يبالغوا ياسر في تجميل رواحهم ليني يوليوا مثال سيء صدقني ما قال دكتور بولخيرية معتا كان بارشا 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 ولي انت تحرس مش تكون معناها يجي لجي كل مرات يلزم تشوف طبيبتها مزينا ووجها مزينا يلزم بارشا عمل بارشا شوك المتواصل لي لي مش تكون دي منتي عنفار العمر يتقد وي خدمتي خدر وراو الكود ديانتولوجي ميدكال كيفية بالعربي وجهة واجبات طبيب واجبات طبيب طبيب يزمو تريحه طبيب عنده يدوى لا نحكيش على هذا لا لا نحكي على لبدان لبدان يلزمك على قل عام الاشتراك لا نحكي على قل عام الاشتراك نحكيش حتى شيء ما فيه حقيقي من اعلى الى اسفل تحس اللي كل حاجة فيه لمساتك كل حاجة مركبة حتى الشوافر ولي ويركبوهم شفيف منفخين الأعضاء الأخرين من حبش نسمي معناها ممفخين زادة فوق اللازم. فما رجالي يا دكتور مثلا. فما رجالي يقول لك أنا معناها يراها فما مشكلة في أنه يبوس مرأة بالبوتوكس ولا واحد يحس المذاق يتبدل. والله ما عنديش سريسة بريفونت أنا ما نتبعش من بعدش صار عمري ما عندي شاكيت حس كينك تاكل في الثلج الله يظهر صاحب خبرة معنات الجمال الاستناعي يا دكتور أنا مثلا أنا ما نحبش مرأة تلبس لانتي مثلا لأنها تحجب أجمل حاجة فيها للعينين التعبير بالعينين لأنه العينين هي مرأة الروح نافذة على الروح. خلي حاجة خري مستنعة ومفبركة ومغشوش ومدخل فيها مواد دخيلة على البدن شوف كي يبدأ النتيجة حلوة وعمونيوز علش لا كل واحد حر فيه توافقني الرأي دكتور ما عندك مشكلة مع مثلا دكتور بلي نسلك سؤال ولو أنه اسمح لي سؤال جريء شوي أنتي ما عندك مشكلة أنها زوجتك تعمل عملية تجميل مثلا ما عندك شو أنا طبيب شرعي أن نتحرى ياسر خطر نشوف المشاكل وقت اللي اللي شوزن مارشبا معنا تصير تعاكرات فمني شوفنا ربعات حالات وفاة تراو ما خطر أن يسقدم فمني وفاة سوية عملية تجميل حاجات خفيفة أو كده معقول علش لا إذا فم ريسك هاو قلت لك بنيفيس شنوه هو بيش تقول لي أجمل لك إذا مش تاخو ريسك كبير بتاع حياته ولا بتاع الأذراع فلا فم العمر فم برش حاجات تطول صحيح شنية أغرب طلب طولي با منك أبار الفيلتر هذي شنوه أغرب حاجة طلبوها منك والله هذه متاع الفيلتر اللي ظهرت لي حاجة غريبة ياسر اللي تعدينا معنا الشيورجي أستياتيك 2.0 كهو سينو البقية جنرالما حد ما يوصل يمشي الجرح تجميل كان مما فريمان متعذب من الحالة متاعه تميش راجل جاي أحتاج عليك بسبب عملية عملتها المرت وكبرت لها حاجة صغرت لها حاجة ما يجيش يقول لك شبيك يا سي حمادي معناها عمت لي هكا المرت وصغرت لها الحاجة الفلانية ومهيش عجبتني الحاجة لا نساء جنرالما يعملوا الروحهم ما يجيش للطبيب لكن برشا نساء لا يقولوش ما يقولوش ما يقولوش لا فما حاجة لا نجم ناكد لك فما برشا حاجة لا يقولوش نساء قوينيس ما يتلم بشوية بشوية كاينتلم الحاجة جي تعمل حاجة أخر تعمل حاجة في عود حاجة أما ترى هالي كي تحب هدف تحب توصله وتوصله واذا وفما نساء في أمر معين يجيوك على تلب وعمر متقدم شوي في السن وترفض كي ما شنوه معناها مرأة عمرها يا أخوية ستين سنة تجيك تقولك عملي حاجة بدني ما تتعملش في السنة ذاك والله النجم نقولك تاو ذكرتني اللي عام تسعة وتسعين عام تسع وتسعين من أول اللي ركبتهم مرأة عمرها تلاثة وستين عام مرأة مضخمة ياسر عمرها ما عملت قبل مش ركبت؟ صدر سيليكون حشوة بالسيليكون يعني معنتها ميوتها؟ لا قالت لحياتي كاملة نحلم ووتات الفرصة خاطر عملتها لها بلاش انا خاطر معمرت واحد صديق الوالدي ونقدرها برشا وعند وقتها قالت لي وليدي هذه كنت نحلم بها وليدي؟ اي ولدها انا وقتها عمرها تلاثة ستين صحيح اي معناها تتودر نزيل تحيا قالت لي حياتي كاملة صدري صغير وعليش عملته في ستين؟ على خطة وقت ونتي حتى لها الفرصة الجراح موجود والعملية بلاش والواحد وكذا فما حلم تحب تحققه في تب التجميل في دومينك؟ في جراح التجميل؟ في جراح التجميل والله في جراح التجميل عملت مطلب مرة عندي حالة متاع واحد يلزمو نعملوه غريف دو فيزاج عنده تشوهات عنده تشوهات عنده كل مرض يتسمى كماتفال القمر ووجهه مسكين يدى يتاكل بشوي بشوي بالكونسير واحد اثنين ثلاثة وكان قال لي راهو عنده والده تحف الكومة بشي توفى قال لي أنا الوالد محب ناخه ما عنده وكانت نجم تمنعه وقتها اتصلت بالمتاع الكوميته دون دورغان في تونس قالوا لي الوجهه ممنوعه في تونس ممنوع هي تظهر صعيبة ياسر من ناحية التقنية كي تلموا الجراحين اللي لازمين مع بعضهم بما أنك حكيت لي على الأعمال الخيرية اللي تعمل فيها والإنسانية والعطيفية معنتها التجميل يتسمى عمل خيري ما نحكي على العمل الخيري تحكي على المشوهين نحكي على التجميل أنك تجي المرأة تحسن لها علاقتها برجالها عن طريق التجميل تردها عندها ثقة في روحها أكبرها عن طريق التجميل رجالة علاقتها تتحسن مع نفسها رجالة سيدخي سيكوندير أو ثانوي الرجل دي ما الراجل حاسب روحه هو هذا الرئيسر في الحكاية المرأة تعمل الروحة لا خطأ كبير أنا عمري ما شفت راجل أغزر المرت وقاله يكبر صدرك ومشي يعمل بحاجة خطيبات البره ديجا حلوها سارة ماليش عاجبتك ما يتجرأش بشي نقل ذا ممنوع يستحيل ديزمو دي ما يقول محليك ما تحتاج حتى عمليه وهي يعملش كون تحسن مالك روحه مش الرجالة لا جميع الراجل هي سيكوندير الراجل هي موينة لتجعلها لتجعلها أما المرأة تذهب المرأة نتعامل معنا نساعد مؤخرا في لبنان صدر تحذير طبي شديد اللهجة ميناء البوتوكس الرخيص والردي اللي هي ظاهرة والليت موجودة برشة وهذا موجود في تونس وفهم قضايا وأحكام بالسجن وصلت لحداش سنة ضد طبيب التجميل والأزمة الاقتصادية في لبنان كما في تونس دفعت بعض الطباء التجميل أنهم يشريوا مواد قليلة الجودة ورخيصة أرخص ثمن يجيبوها من دول التي تعرف ومن أسواق غير قانونية الأمر اللي ساهم في انتشار حالات عديدة من التشوهات الجلدية وغيرها وحتى فيروسات يعني ولينا نخدمه في تونس ساعات وصارت حاجات بمواد سامة شوف بالنسبة للبوتوكس نكونوا واضحين البوتوكس لو كان ما تحطوش ديما في البرد يجبوها 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 يفقد من النجاعة أما يوليش ذار أما النجاعة خاطرية نسيجة مدومش ولكن جريت سباح مثلا تونسية في عددها صادر يوم الاربعاء نقلت عن تقرير لمركز شمال جنوب في مجلس أوروبا أن أكبر مخزون من البوتوكس المغشوش يوجد في تونس هذا تقرير رسمي وأوفيسيال ما هو تقرير عبثي شوف معناها نصنع فيه فما جاه برك في العالم تصنع البوتوكس جاه برك البوتوكس سيناغم بكتيريولوجيك تصنع فيها أمريكا فما حتى الدولة أخرى تصنع فيها والبقية الكلية حط يجيب مركز أوفيسيال معناها التقرير أنا اللي أحكي ما شفتوه شوف حط في بالك حاجة اللي عمرو تبيب ما يحبي يذر يستحيل لي خاطر ما مثلا ما يحبي يذر وما نتصور سمحني يا سي سامير نتصور يحكيوا عليه المخزون هذي خاطر كما تعرف دكتور بالخيرية اللي توا بش نبدأ وفما شوية عبيد دخالي على طب التجميل يعني مهمش أطبي وقعدين إيميلسوا في طب التجميل يعني هذوك اللي فتت دكتور رو عنا قضية كبيرة صارت بسبب الحاجات هذه نجرى عنها حكم بحتى شنسانة سجن ضد طبيب التجميل في تونس بسبب مواد ثارة مواد والله سامير يجب أن نثبته فيه الموضوع هذا يجب أن نثبته فيه خطر إشاعة إشاعة أنا رئيس النقابة الوطنية الجرحين التجميل التونسيين الحكم لا كذبة ما تم إيقافها واحدة تم إيقافها مش على خراب حجم حجم أعبيد برشا فقر الأخرى معك دكتور برهيم بالخيرية جراحة تجميل هي مش نعطيك مجموعة من الصور على الشاشة المجموعة من الفنانين والفنانات اللي معروفين عنا في الوطن العربي أنهم معناتها يظهروا صغار والناس يحيروا يقولوا نسمع تقي من تلك الصورة الأولى أصال نسري مثلا كل مرة وين يعملوا لها حوار السؤال المتكرر هو شنو سر شبابك هذه عمرها يمكن سبتين سنة ولا أكثر شوف منتج متعكم على الصورة مش نديتك كنتي أصغر أصغر شوي منتج متعكم على الصورة حتى لا لا مش صورة نشوفها في الإكران في الفيديو أنا كتوريني حد مني لي نجي ما نقولك أما هكا التصوير غتوشي أجانس معديتها نحكي على الليترية على التفاصيل أنا جفيت للسوار ما نعرفيش ما نعرفيش تعرفيش أنا راحة جميلة بالنسبة لسنها دعسكو هي حليلتها بالنسبة لسنها ستين سنين عملية تجميل ناجحة شوف ديما راس المال ذكية راس المال شنو كان فما مراحة حليلتها ديما نقشة يجب أن تغيرها هي راس مال متواضع مشوفوا الصورة الأخرى عمرو ذيب ما أدراك مع عمرو ذيب هذا عمرو سبعي لا مش سبعي ناشو ستين أي قريب سبعي قريب سبعي أتبرك الله في الحديد معناتها كتشوف مثال نموذج شنو زعم دكتور سر فما شوية متاع جراحة ظهر شوية بوتوكس شوية كده ما سرتوه الرجل قتل روحه بالريالة كرش ماذا مال تارفش حم ماذا مال شوف راقبته وشوف وجهه اي 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 تجا عيد ساعات تظهر في تساور معانا وراس مال والداخل به به كانش خايب هو غايف والله دي ما تحكي على رسمائل اوهي دي ما رسمائل مالا رسمائل باي باسفير باي باسفير معانا انت وراك نشوفوا نوع اخر كمبلتما اللي الناس يتأسفوا كيفاش كانت كيفاش والات العكس يعني اللي هنا دي نجيم مالك جمال لبنان سابقة وامها تونسية شوف كيفاش يعتبروها نموذج للمبالغة في عمليات تجميل ولي فشل عمليات تجميل والله ما تراش هولانا سي دو فيلر معانا انجيكتابل شوفت دوكي ناجمي واخر ناجمي تفش معانا اه ناجمي تفش وهذي مودة معانا تاو ترام يحبو يشابو لانجيلينا جولي ولا يحبو كل مرعي حبو يتنبو حد شوف المبالغة كانت عندها دي ترية حلوين برشة كنت تقول انتي رسمائل رسمائلها خير من تاو مالا معاناها اصلها كانت مالك جمال شوف تاو كيفش وليت وحتى تاو الحق نايش خايبة ليه ما فاما تصاور نايش خايبة نايش خايبة نايش خايبة نايش خايبة انا كنت احلى انا هو اللي يبدأ خايب وكل اللي ترى يا دكتور شفها كاملة الخايب هو اللي يظهر مفتعل عندي ايه اوي هذا ظهر مفتعل اين جميلها طبيعي يا مايسر هاذاكش معاناها الجميل الطبيعي والله عاملة عمليات تجميل ما يظهراش هاذاك الجميل شوف صحيح صحيح كانت قبل الآزين وتوا برشا فيلر وبرشا ديزانجيكسون واضحين وثم نختم بحاجة اللي هي تصويرها أخرى متاع المذيعة المصرية ريهام سعيد اللي صارت عليها درجة قضية رأي عام والدكتور طبيب اللبناني طبيب تجميل جراح تجميل نادر سعد هو اللي عمل لها العملية وشوف كيفش وليت وشتيت به وليت قضية ودخلوا في جيدال هو ديما ما بين الطبيب والباسيونت متاعه فما كنت عموغال وعارفين الوين ماشي عندهم هدف هدف معروف بحكم خبرته يعرف هذي بشو حجو منه نصله الغدي كان اللي قال لها عليه ما خلطتلوش كي ما قال سلمونت سوف بكري فما كنت عموغال لا مش ما خلطتلوش بارك سيدة فمه هي ما عندناش خطر شوفت صور رغبتهم زميلي نادر صعب حليلتها من بعد خطر هي خرجت كانت توا دكتور انت توا جامل في زميلك شوف المرأة ما عندناش تجامل في زميلك شوف المرأة تعرقها كيفش كانت ما زالت كي شقة أنا كان وريك عمليات تعليقين ما زالت كي عامل ثلاثة جمعات هذا يسمى التضامن القطاعي المتجمس للحدود شكرا دكتور يعطيك صحة شكرا على الصراحة متاعك وعلى المعلومات اللي عطيتهم منها حبينا ندخل الكواليس المهنة هذية جراحة التجميل اللي هي رايشة برشة في تونس وعندها جمهور كبير وعمال يكثروا عندنا تقريبا 150 ألف عملية تجميل في العام في تونس حسب الإحسائيات اللي قالوا عليها 150 ألف تباركالا تردكم زادة من أثرياء الأطباء أكثر الأطباء يصوروا فلوس هم التجميل نحن يجيون لتونس يعملوا التجميل خاتلنا رخاص في السوم في السوم بيانسور من ناحية تقنية عندك جراحة كما عندك في أوروبا يجي لأنا بتثلث الحق بوضع سيدة مروى إن شاء الله زادة تستثري من القطاع ذاك شاء الله ربي عينينا أنا قريب نخل الغطاة واضح إذن نخرج فاصل إشهاري ثم نعود لمواصلة الحوار مع ذيوفنا وضيفنا في الحوار الخاص ضيفنا القادم هو الدكتور طبيب القلب ذكر لهذا مرحبا شكرا 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 شكرا